في هذا الفيديو راح نبدأ نتكلم عن الديالوج اللي هي مربعات الحوار فيما يخص مربعات الحوار هي من الضروريات في التصميم البرامج وانت تحتاج الى تضمينها مبدايا في البرامج الخاصة فيه في كثير من الاحداث تحتاج الى عرض مربعات الحوار للمستخدم ربما للتأكيد او ربما لاجراء بعض الامور بنفس الوقت ان انت تحتاجها من ضمن تصميمها ومن ضمن هيكلتها هنا داخل الUI 3 مربعات الحوار جدا ممتازة ومتقدمة وتقدر انه انت تصل الى نتائج جيدة وتستخدمها في الكثير من الاغراض على سبيل المثال انه انت بالجزء الافتراضي مثلا عندك اجراءات حساسة مثلا اجراء الحذف اجراء الحذف ويعتبر عندك اجراء حساس فتحتاج الى عرض مربع حوار لتأكيد هذه العملية اذا yes تجري عملية الحذف if no يعني by default يعني لا تجري عندك العملية اوكي وبعض الخيارات الاخرى فخلينا نشوف الان مربعات الحوار في الUI 3 هنا طبعا داخل الUI 3 وتذهب هنا راح تجد عندك قسم خاص في الديالوج اللي هي مربعات الحوار وفي الجزء اخر يسمى عندك flout اللي هو طبعا يعني teaching كامور تعليمية مبدائية الجزء اللي احنا راح نبدي نتعامل معه ما يسمى عندنا في ال Content Dialog هو اسمه Content Dialog لان يحتوي على محتويات متقدمة يعرضك الديالوج ويحتوي على محتويات متقدمة اوكي طيب هذا عندك البوتن لو تبدي تضغط عليه بهذا الشكل راح يبدي نعرض لك هذا الديالوج اللي انت تشوف الان امامك هذا الديالوج راح يبدي نتكون عندك من الامور التالية اولا ورح يبدي نعرض عندك طيب يعني هل راح يبدي نعرض من هذه النافذة او مثلا ينعرض في نافذة اخرى او ما الى ذلك اوكي الديالوج بحذ ذاته الى في التصميم معين تصميم الافتراضي الواي ديفولت هو هذا اللي انت تشوفه الان امامك انه البوتن تكون في الاسفل والتفاصيل او البودي تايتل يكون عندك في الاعلى فالجزء العلوي اللي هو هذا التايتل ثم مع ذلك يأتيك البودي هذا اللي يسمى بالكانتنت هذا تايتل وهذا يحتبر عندك الكانتنت اوكي فالكانتنت مختلف يمكن تضع نص يمكن تأتي ببيج كاملة تضعها في الكانتنت وهذا راح يبدي ينفعنا كثيرا يعني انت بلا انه انت تنشئ ويندو جديدة مثلا العملية الاضافة وما الى ذلك راح ايش تجري راح تجري تقوم بعمل دايالوج وتأخذ البيج او اي يوزر كونترول تقوم بوضحها كمحتوى داخل هذا الديالوج راح يبدي نعرض عندك دايالوج بهذا الشكل دايالوج لا يسمح لك بالتنقل او الرجوع للابليكيشن الا باتخاذ اجراء مناسب بطبيعات الحالة ولو شوف انه هو معروض داخل هذه الصفحة اوكي ممتاز طيب خلينا نشوف الكود كو سي شاء الان الكود باي ديفولت هذه البيج يحتبرها هو كونتنت واللي هي شفناها يعني يحتوي لك على تكست بلوك ويحتوي لك على تشيك بوكس هذه اسمها كونتنت دايالوج كونتنت اوكي كونتنت يعني يحتبرها ككلاز جديدة من بايج ووضحها داخل الديالوج راح نشوفها ان شاء الله في الفيديو القادم ولكن احنا راح نشوف الان الشكل الافتراضي باي ديفولت اخذ هذه الكود اللي هو موجود عندك تمام وارجح هنا وادخل على الديليت او اي حدث اي حدث بوتون كليك اخذ كليك علي اعمل نيو افنس وارجع علي الكود ثم على ذلك اقوم بوضع الكود طيب مبدأي ان عرض الديالوج يكون عندك سينك لماذا؟ لانه يديو عرض باريحي وبدون تثير على البرنامج فهنا لك انتظار بالتالي راح ابدأي اضع لهنا عندي سينكرونس فراح ياخذه عندك بنظر الاحتبار احنا طبعا مثل ما ذكرت لك انه الـ content المحتوى هو يحتبر الـ body اه فهو الان المفروض عندي كائن اسمه content dialogue content انا ما موجود عندي راح ابدي فقط استبدله بنص يعني بشكل مباشر يحتبر عندك الـ subtitle يعني مثلا عندي are you sure اثلا to delete this file على سبيل المثل اوكي فبالتالي خليني نبتدي من الجزء العلوي ايش عندك اول شيء لتزامر root هذا الديالوج راح يبدأي نعرض عندك يعني root جدرة هاي للصفحة الرئيسية او هذه الصفحة انا اذكر لهذه الصفحة بالفعل ايدي عرضها داخل هذه الصفحة الثاني هو الـ style باي ديفولت هذا الـ style هو يأخذ من الـ style الافتراضي اللي موجود عندك في الـ resources هناك resources اسمه default content dialogue style وهي معرفة على اساس تكون عندك style فهو راح يبدأي ياخذها عندك بشكل افتراضي طبعا هذا احنا نعرفه ربما مستقبلا انت تغير تيتغير في الـ style الخاص فيه ما ترجع تغير في كل الـ style لا ترجع فقط على default content dialogue style تقوم بتغييره وبالتائر هذا راح يبدأي نعكس على كل الـ application طيب نأتي على title title اللي هو اللي شيفناه ينعرض عندك في الجزء العلوي مثلا هنا عندي delete action اوكي لديك البوتن we have three button عندنا باي ديفولت ثلاثة بوتن اي بوتن ما تريده انه يتفعل باي ديفولت يعني تقوم بعملية ازالته حيبدي يختف عندك اوكي البوتن الـ primary اللي هو ياخذ مثلا عندك yes اوكي البوتن الثاني اللي هو secondary button اللي هو مثلا تاخذه no او مثلا تتخذ اجراء ثاني اوكي والثالث اللي هو cancel الغلق الان طبعا الغلق باي ديفولت يشتغل الـ event الخاص فيه نحن عندنا ثلاثة بوتن yes no cancel لكن اول واحد راح يبدى ياخذ عليه مؤشر الماوس يؤشر عليه هو يحتبر عندك الـ default لان ما اخذي الـ primary هذا عندك content مثل ما ذكرناه المحتوى الان اعتبرناه كsubtitle ينعرض عندك في الـ body كرسالة وهذا عندك الـ result لان طبعا الـ result بكل بساطة يمكن تاخذ الـ result بهذه النتيجة تقول if-results ايش راح تبدي تساوي لي راح يساوي لي content-dialog-results content-dialog-results .ish هاشوف عندك secondary و primary و none none يعني by default هو is none لكن entity تقتبس حدث فتقول احنا اذا كان عندك primary تأخذ الحدث اوكي ما تقول else لان الـ else راح يؤشر عليه cancel لا تأتخذ حدث اخر في الـ if-else اوكي او بالـ if الاحتيادية وهي تكون عندك مثلا if secondary يعني اذا كان عندك secondary اذا هنا هو ضغط على primary وهنا عندك ضغط على secondary و على اساسها راح تبدي تجري العمليات الخاصة فيك طيب خلينا نبدأ نعمل run و نشوف هذا الـ button او هذا الـ dialog كيف راح يبدي نعرض عندك في جزء الاساس طيب اذا هذا عندي الـ button طبعا اللي هو الحذف لو تضغط عليه بهذا الشكل لو شوفه انه هو انه عرض عندك على هذه الـ page بشكل كامل و ما يسمح لك انه انت ترجع على الصفحة ما لم انه تتخذ اجراء على هذا الشيء وبالتالي هذا عندك title هذا اعتبار عندك content هذا yes no وهذا عندك cancel هنا في الـ yes يتخذ اجراء في الـ no يتخذ اجراء في الـ cancel by default انه يقوم بعملية الغراب طيب انت الان تقول انا عندي في الحذف by default انا بالحذف ما احتاج الى secondary but it's ok delete it or make it comment على سبيل المثال فاصبع عندك yes و cancel وهذا الجزء الافتراضي انه انت تحذف ولا تحذف اوكي فاللي يريد نصل الى نتيجة انه الـ close button by default هو يكون عندك مفاعل الحدث الخاص فيه يعني يكون injected by default ونحن ما اقوم بشكل افتراضي فالليما تضغط على cancel فهو يقوم بالغلق بشكل مباشر yes تتخذ اجراء معين عندما تتخذ يعني عندما الضغط على yes اوكي شكراً لكم